كما استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد عبد الرحمن عسكر الأمين المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية الذي سلم سموه نسخة من كتاب الرياضة البحرينية من أجل الحياة والذي عدته الأكاديمية الأولمبية البحرينية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وخلال اللقاء اطلع سموه على شرح مفصل من سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر عن الكتاب ومحتوياته وما تضمن من نتاج ثقافي ومعرفي رياضي لمنهج حياة صحي يسهم في توعية المجتمع بهمية دور الرياضة وممارستها واعتبارها الوسيلة الأفضل للحفاظ على الصحة والتمتع بأسلوب حياة مثالية وقد شاد سموه بهذا الاصدار القيم الذي يعكس الجهد المتميز للقائمين عليه والذين تميزوا في طرح المعلومات وتنوعها وتقديم الأرشادات والنصائح النظرية والعلمية والتي تؤكد على همية الرياضة في حياة الإنسان وضاف سموه أن الكتاب احتوى على العديد من المعلومات القيمة والتجارب العلمية والعملية التي تدل وتشير على همية الرياضة في حياتنا ودور الفعل في تقليل نسبة التعرض للأمراض المزمنة عبر الممارسة المنتظمة والمستمرة التي تسهم في بناء الجسم السليم وقال سموه أن الرياضة اليوم أصبحت من أهم وأبرز عناصر الوقاية من الأمراض التي ينصح بها الأطباء فعلى المرء أن يبادر وأن تكون له خطوة إيجابية في أن يضع الرياضة ضمن أولويات جدوله اليومي والذي سينعكس تأثيرها الإيجابي على صحته على المجتمع بشكل عام يذكر أن الكتابة تم عدده من قبل فريق الأكاديمية الأولمبية المكون من البروفيسور العالمي ستيفان بالي ومدير الأكاديمية الأولمبية المحاضرة الدولي نبيل طاها والدكتور حسين جعفر والسيد محمود يتيم ترجمة نانسي قنقر